بعد أسبوع حافل بالنشاطات خلال فعاليات الأسبوع الوطني للغة العربية في شاد وصل المنظمون إلى اختتام نشاطات الأسبوع الوطني للغة العربية في شاد حيث ترأس المناسبة الختمية وذير الثروة الحيوانية دكتور محمد النظيف يوسف وذلك بالمركز الوطني للبحوث من أجل التنمية تقرير أحمد خميز جمع بعد أسبوع حافل بالأنشطة المختلفة أشرف عليها جهابزة الاتحاد العام وكوكبة من خدام العربية من معلمين وتلاميذ شهد حفل الختام العديد من المداخلات فبعد الاستماع إلى القرآن الكريم قدم رئيس اللجنة التحضيرية العليا الدكتور قمر محمد قمر كلمة شكر خلالها كل من ساهم في إنجاح الأسبوع الوطني مضيفا أن الهدف من الأسبوع هو تقديم الاتحاد ما يستطيع من أجل نشر المعرفة وتشجيع الناطقين بالعربية والجيل الناشئ وطلب من منتسبي إلى اللغة الضاد نهج الوسائل المتاحة من أجل تقدم راية العربية من ثم رفعت برقية شكر ومساندة إلى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قراءها نائب أمين أمانة القطاع المالي للاتحاد بشارة أباكر جاموس حيث جاء فيها أن الاتحاد يتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية على تفضله برعاية الأسبوع الوطني الخامس للغة العربية بالبلاد واليوم العالمي للغة العربية إضافة إلى جهوده الكبيرة لخدمة اللغة العربية وتطبيق الثنائية اللغوية على أرض الواقع ويؤكد الاتحاد دعمه الكامل ووقوفه خلف برامج رئيس الجمهورية الطموحة التي وضعها في خطته لنهضة البلاد عقب ذلك قدم نائب رئيس الاتحاد العام عمر مصطفى محمد كلمة أوضح خلالها بأن احتفال هذا العام يتميز عن غيره قد يتالب الحكومة بتبني الاختفال بهذا اليوم العالمي وهذا الأسبوع الوطني على غرارة العسابية الوطنية الأقرى المؤتمدة لدى الدولة كانت المداخلة التوجيهية الأخيرة هي لوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني الدكتور محمد النظيف يوسف أشاد بجهود الاتحاد في نشر العربية وطلب من الاتحاد تنظيم لقاء شعري من أجل نشر أعمال الأدباء وسيتكفل بنفقات الجلسة أتمنى إن شاء الله في السنوات القادمة تكون شاد إن شاء الله بهذا النموذج نحن عندنا تجربة سرة وقوية في الأدب وفي الثقافة نقدمها حتى للدول العربية تستفيد مننا كما شهد الحضور أمسية شعرية أحيتها مجموعة من الشعراء قدموا أشعارا عن الوطن وعن دور لغة الضاد وشعر في مجال الغزل ختم الحفل بتوزيع شهادات تقديرية لإدارة الإذاعة الوطنية والتلفزيون وللأساتذة والباحثين المشاركين في ندوة مذبحة الكوبكوب وللمؤسسات التعليمية التي ساهمت في الأسبوع الوطني للغة العربية وللشخصيات عملت على نشر العربية نظمت مساء أمس مظمة أياد للتنمية ملتقا للداعيات بالتنصيق مع الندوة العالمية لشباب الإسلامي مكتبتها تحت شعار وعي المرأة أساس النهضة والتقدم جرت المناسبة بالمتحف الوطني هنا في الأصمية تنجمنا تقرير أدم حسن المكاوي الأسرة المسلمة ودورها في التنمية المجتمعية هو العنوان العريض للملتقى الأول للداعيات الذي نظمته منظمة أياد للتنمية بالتعاون مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي تحت شعار وعي المرأة أساس النهضة والتقدم بمشاركة مئة امرأة جئنا لواجهنا التحدي الماثل أمام المرأة المسلمة عبر التداول والمحاضرات والندوات العلمية والشرعية التي تساعد في تكوين شخصية المرأة المسلمة وذلك حسب ما جاء على لسان رئيس منظمة أياد للتنمية هذا المتقى الذي جاء ترجمة لأحداث منظمة أياد للتنمية والذي جاء في وقت تواجي فيه المرأة المسلمة في شاب والمرأة المسلمة في العالم ككل تحديات كثيرة مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي مكتب شاد في كلمته أكد بأن مكتبهم منذ افتتاحه عام 1996 وحتى اليوم يولي المرأة اهتماما خاص لنا اهتمام كبير بالمرأة فلذلك نخصص لها دورات والحمد لله المرأة الجادية قد ساهمت وشاركت في هذه المتقيات هذا وقد تخللت المناسبة العديد من الكلمات من قبل المشاركات اللائي أثنين على هذه البادرة الطيبة مستخلصين من هذه الفعاليات العديد من التوصيات القيام بدورات دوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة للرجال بأغزي مسؤولياتهم تدريب وتعهيل المرأة في التكنولوجيا الهديثة وتعليم اللقاء واختتمت المناسبة بتقديم شهادات تقديرية للمساهمين في إنجاح هذا الملتقى وكذا المشاركات عقد محافظ حراز منغن إسماعيل أحمد حران جلسة عمل ما مختلف القيادات الأمنية في المحافظة بهدف استدباب الأمن في المنطقة تقرير أدم بكر إدريس يعد هذا اللقاء محور أساسي لبسط الأمن والاستقرار بالمنطقة على أساس أن محافظة حراز منغن كانت ولا تزال بوابة للحدود الجنوبية الشرقية لذا فقد أقض محافظ حراز منغن جلسة عمل ما مختلف القيادات الأمنية والمدنية لأجل التباحث ودراسة الأوضاء الأمنية وخلال ذلك فقد أوضح محافظ حراز أنه فقد آن الأوانة للعمل سويا وتنسيق الجهود لأجل توفير الأمن للمواطنين ومحاولة استدباب الأمن والاستقرار في المنطقة الشرطة في خدمة نحن شعب لكي تحاولوا بقدر إن كان تتبقوا قوانين واللواية نحن الدولة بالتطبيق نحن قوانين واللواية نحن الدولة هذا أمر ضروري جدا وفي الوقت نفسي فقد طلبت عمدة حراز منغن زهر موسى إبراهيم من الإدارين والأمنيين بضرورة التعاون من أجل المصلحة العامة وحماية المواطنين وممتلكاتهم وفي أثناء ذلك فقد طلب المجتمعون من السلطات الإدارية والأمنية مواصلة الجهود وأقضي مثل هذه اللقاءات التشاورية بشكل دوري بهدف تقريب وجهة النظر ومعرفة المتطلبات والعمل بالتنسيق هذا وقد ختم اللقاء بتقديم المفاوض العام للشرطة الجديد واثنين من معاونه وقام المحافظ بمناشدة الجميع والعاملين خصوصا على التعاون مع مفاوض الشرطة الجديد لحفظ السلام وبسط الأمن في منطقة حراث منغن قدم رئيس جمعية تحالف الجمعيات المدنية من أجل سلام محمد مهدي حديثا صحفيا حول ضرورة الحفاظ على البيئة وأيضا منى هجرة الشباب إلى القارة الأرضية وقام المعرفة المضطلة الجديد صحفيا للنزل التسليل وبالترجم الاعتراف الجديد حقيق أننا نحن نحن نعلم لددا هذا الرئيس الشباب يظهر ومعرفة الأمل هذا هو عالم البيئيات المحافظة يوجد أن يتقب علي الخوط على المسارح والمحافظة ومعل ذلك يجب التعاون نجد رجال فقط نحن نسيق عندما يجعل ان تگيز إلى الرحيم ومن الرجال being سابسة من الناس كيف masih سابسة وبعضية ومن الرسالة على ترجمة النساء فهذا يقنع في الحاجة من توقيته مناطقين أن تشترك في الحاجة من التشبير الحديث وبالتجار المصدر من النساء كيف فعل ذلك؟ غير ذلك؟ وما سألني يجب أن يحصلت على القرار نظمت الدائرة الخامسة أمسية ثقافية تحت الشعار عدنا إلى تراثنا ورقصتنا القديمة ترأس المناسبة عمدة الدائرة الخامسة تقرير محمد أسمان بشير عدنا إلى ألعابنا ورقصاتنا التقليدية تلك هي موضوع هذه الأمسية الثقافية التي نظمت من قبل الدائرة الخامسة حيث شهدت هذه الأمسية ألعابا تقليدية تسمى محليا بجدل جدل وقد شارك فيها ثلاث فرق رياضية يمثلون مختلف حارات الدائرة هذا وقد لقيت هذه الأمسية الثقافية تجاوبا كبيرا من قبل سكان الدائرة بما فيهم كبار السن الشباب وحتى الأطفال مسؤول الدائرة الخامسة بدوره أكد بأن الغرض من ذلك هو العودة إلى تراثنا وتاريخنا الحضري وعلى حسب مسؤولي الدائرة بأن هذه الأمسية الثقافية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ترجمة نانسي قنقر